السلام عليكم تحية طيبة إنما كنتم أهلا وسهلا فيكم أنا الدكتور الأيل الزعبي أهلا وسهلا فيكم في فيديو جديد هذا الفيديو راح أجيب فيه على سؤال وصلني من أسماء كرامة وأتوقع أسماء تدرس طب بشري أسماء توجهت لي بسؤال حقيقة سؤال مهم سألت أنه دكتور لي في توجه 40% من مهندسين الهندسة الطبية الحيوية بيكملوا دراسة الطب البشري وهل شهادة الطب البشري قيمتها أهم من شهادة الهندسة الطبية الحيوية وبتتساءل إنه هل دراست الطب من قبل مهندسين ومهندسات الهندسة الطبية الحيوية راح تسبب في تركهم لمجال الهندسة الطبية الحيوية وتركيزهم على الطب وهل هذا اللي صالح الهندسة الطبية الحيوية وهل دراستهم للطب البشري راح تساهم في قدم تخصص الهندسة الطبية الحيوية ولا لا حقيقة سؤال مهم وهذا السؤال فيه أكثر من جانب فأنا حبيت أعمل فيديو خاص أني أجيب فيه على هاي التساؤلات لأهميتها حقيقة لكل طلاب الهندس الطبي الحيوي وطلاب الطب البشري في مطقة الشقق أوسط وشمال إفريقيا مرة ثانية أنا براحب فيك في قناتي وفي هذا الفيديو إذا كانت هاي أول أو كانت هاي أول زيارة إليك أو إليك في هاي للقناة شكرا لكم للزيارة أنا دكتور لأي زعبي أنا بروفوسور في الهندس الطبي الحيوي وأبقوم بعمل محتوى اللي علاقة بالعلوم والرياضيات والهندسة والتكنولوجيا في مجالات الرعاية الصحية فإذا كانت هاي المجالات من اهتمامكم اشتركوا في القناة وفعلوا جرس التنبيهات حتى يوصلكوا إشعار كل ما بقوم بعمل فيديو جديد نرجع للسؤال اللي سألته أسماء الجانب الأول أنه لماذا هناك توجه لأربعين بالمئة من طلاب الهندسة الطبي الحيوية لدراسة الطب البشري حقيقة هاي الإحصاءات هي موجودة على الأكثر في الغرب لأنه النظام دراسة الطب البشري تم تصميمه بحيث أنه الطالب أو الطالبي يكونوا أنهو درجة البكالوريوس في تخصص هم علهم برغبة فيه وبعد إكمال درجة البكالوريوس سيتم عمل امتحان الأمكات والالتحاق بكلية الطب أو الطب الأسنان أو الطب البيطري وأنا لما أحكي عن الطب رح أحكي عن هذه الثلاثة تخصصات بنفس الوقت اللي هو الطب البشري والطب الأسنان والطب البيطري لكن رح أركز على الطب البشري لأنه هذا هو أربعين بالمئة من طلاب الهندسة الطبي الحيوية بدخلوا في كليات طب بشري مش طب أسنان أو طب بيطري لكن المجال مفتوح لهم بالنسبة لماذا يتم تشجيع طلاب الهندسة الطبي الحيوية لدراسة الطب البشري حقيقة إذا نذهب للمستشفى أو من أي مؤسسة رعاية صحية رح نلاحظ اعتماد الأجهزة والمعدات الطبية بشكل متسارع وبشكل كبير وبشكل مضطرد على التكنولوجيا واستخدامات التكنولوجيا في الأجهزة والمعدات الطبية في تسارع كبير وتوسع كبير فبالتالي وهذا إذا كانت تشخصية أو علاجية أو تعويضية أو حتى جراحية باستخدام الروبوتات الآن نقوم مع العميات الجراحية باستخدام الروبوتات فناهيك عن أيضا الذكاء الصناعي وتطبيقاته اللي دخلت في قطاع الرعاية الصحية بشكل سريع وبشكل مضطرد فنحن بحاجة إلى أطباء ومقدمي خدمات الرعاية الصحية مدفوعين بالتكنولوجيا وقادرين على استخدامها التكنولوجيا كلمة رديفة للرياضيات والهندسة والبرمج والفيزياء فنحن بحاجة لمقدمي خدمات الرعاية الصحية زي ما أشرت سابقا مدفوعين بالتكنولوجيا ومرتاحين لاستخدام التكنولوجيا وقادرين على المساهمة مع الفنيين والتقنيين والمخترعين والشركات الأجهزة والمعدات الطبية الحديثة في تصميم وتطوير الأجيال القادمة من الأجهزة والمعدات الطبية التي تم استخدامها في مؤسسات الرعاية الصحية وهذا هو السبب حقيقة الرئيسي في الولايات المتحدة الأمريكية والغرب لسعيهم وتسهيلهم لدخول مهندسين ومهندسات الهندس الطبي الحيوية في كليات الطب البشري أنا راح أعطي أمثلة على ما هي التطبيقات حقيقة التكنولوجية الحديثة في مجالات الرعاية الصحية والتي بسببها نحن بحاجة إلى أطباء عندهم تدريب وتأهيل في الرياضيات والهندسة والفيزياء والبرمجة فأحنا الآن في عنا الجراحة باستخدام الروبوتات هناك تطبيقات طبعا الأهدف من الجراحة باستخدام الروبوتات هو مساعدة الدول النامية من خلال الاستفادة من التكنولوجيا والوسائل الاتصال العالمية فأحنا الهدف دائما أنه وجود طبيب في دولة قدر أن يقدر على يقوم بعملية في دولة ثانية بدون ما يكون متواجد في الدولة التي سيقوم فيها العملية فأحنا بهذا السبب تم تطوير أنظمة للجراحة الروبوتية عن بعد أيضا في عنا تطبيقات الذكاء الصناعي هناك كميات هائلة من المعلومات في المستشفيات مخزنة يمكن استخدامها من أجل المساعدة في التشخيص والعلاج إذا تم إيجاد الألغورثم والبرمجيات المناسبة في ذكاء الصناعي فنحن بحاجة لأطباء وطبيبات لديهم القدرة على فهم هذه التقنية ومن أفضل من المهندسين ومهندسات فالنظام في الولايات المتحدة الأمريكية مصمم بطريقة أنه يسمح للمهندسين ومهندسات الطبية الحلوية أنه يكمل الطب البشري الآن النظام في الوطن العربي ودول منطقة الشغل أوتشمال الأفريقية مختلف لكن هناك حلول سأتركها إلى فيديو آخر أو فيديو تابع أني أحكي في أنه كيف يتم حقيقة تسهيل دخول طلاب أو مخريجين مهندسة الطبية الحيوية إلى كليات الطب البشري وطب الأسنان والطب البيطري وحتى الصيدلة وهذا فيديو سأتركه إلى فيديو الثاني لأنه موضوع مهم وبحاجة إلى فيديوه كامل بالإضافة للجراحة بسخدام الروبوتات وطبيقات الذكاء الصناعي هناك تقنيات تصوير الطب بثلاثية الأبعاد الملونة فنحن بحاجة لأطباء لفهم هذه التقنيات وكيف يتم إعادة بناء الصور الطبية لثلاثية الأبعاد بالإضافة للطباعة ثلاثية الأبعاد الآن هناك تطباعة ثلاثية الأبعاد للخلايا والمواد بنفس الوقت الأطراف الصناعية الروبوتية الذكية المرتبطة بالدماغ ونشاطات الدماغ ونشاطات العضلات تحليل إشارات الكهربائية في الدماغ لدراسة الإدراك لها بحاجة إلى تحليل الإشارات الكهربائية للدماغ وهذا بحاجة إلى معلومات معينة في المجالات الهندسية والرياضيات لتحليل هذه الإشارات الكهربائية برضو تقنيات الواقع الافتراضي المعزز في العمليات والعلاج حقيقة بتسارع مضطرد بيتم استخدامها في مؤسسات الرعاية الصحية سبب كل هذه التقنيات اللي حقيقة غيرت المجال الطبي ومجال الرعاية الطبية وتقديم الخدمات الطبية نحن بحاجة إلى أطباء مدفوعين بتكنولوجيا ومرتحين لاستخدامها فمن أفضل من أن يكون المهندسين هم بكمال دراسة الطب البشري بالنسبة للمجال الآخر في السؤال هل شهادة الطب قيبتها أعلى من الهندسة الطبية الحيوية طبعا الطب البشري بطبيعته دراسة الطب البشري 6 أو 7 سنوات ودراسة الهندسة 4 سنوات وفي الولايات المتحدة الأمريكية والغرب دراسة الطب البشري هي عبارة عن دراسات عليا يعني نحن نسميها advanced degree فهي درجة يجب أن تكون بعد إكمال درجة البكالوريوس هي أعلى حقيقة في التصنيفات بسبب عدد السنوات الأطول ووجه الآن في الولايات المتحدة الأمريكية أن هناك عدد كبير من الجامعات بدأت بفتح كليات طب هندسية في اللغة الإنجليزية engineering based medical schools هذه الكليات تقبل فقط تقوم بتأهيل وتدريب مهندسين لإكمال الطب البشري في الكليات الشهادة الطب أعلى من شهادة الهندسة لكن نحن بحاجة إلى أطباء مدفوعين بالتكنولوجيا والحل الوحيد لدينا هو أو المكان أو الوسيلة الوحيدة لدينا هي المهندسين الهندسة الطبية الحيوية بالسماح لهم لإكمال الطب البشري وطب الأسنان حل هذا الأصالح الهندسة الطبية الحيوية نعم وشيء مهم أنه الهندسة الطبية الحيوية ووظيفة المهندس إيجاد حلول المشاكل والتحديات الطبية فوجود المهندسين كأطباء راح يساعد ويسرع حقا في عملية تصميم تطوير الأجهال القادمة من الأجهزة والمعدات الطبية بحيث أن تكون أفضل وأحسن وأسرع وأكثر فاعلية الهدف دائما هو عبارة عن تصميم بروتوكولات علاجية وتشخيصية من أجل مساعدة الناس على العيش أطول بإنتاجية أعلى وباستقلالية نحن بحاجة لوجود المهندسين كأطباء حقا في أنظمة الرعاية الصحية العالمية وما سيكون الأفضل شيء أن وجود طبيب لحل المشاكل والتحديات يكون أصلا هو مدفوع بالتكنولوجيا ومتدرب على التكنولوجيا يعني بالنسبة إلى استخدام التكنولوجيا شيء سهل سيمكن هذا من تقدم التخصص طبعا أكيد طبعا تخصصنا أحنا بالهندس الطبيل الحيوي تخصص واسع وهو تخصص مبني على البحث العلمي وتطوير وتصميم فبالتالي وجود أطباء مهندسين أو طبيبات مهندسين ومهندسات في الأصل حقيقة راح يساهم في تقدير الهندس الطبي الحيوية بشكل أكبر وشرح فوائد الهندس الطبية للأنظمة الصحية حقيقة اللي بتعاني بشكل كبير بعد المشاكل اللي بتصير من خلال المشاكل وتحديات اللي بتصير في القانون الـ 21 شكرا يا أسماع على السؤال سؤال كثير مهم وأنا بدي أسمع رأيكم فما رأيكم أنتوا في هاي الإجابة وهل أنتوا متفقين في الطرحة اللي طرحته اليوم والإجابة اللي قدمتها على هذا السؤال وأنا راح أقوم بعمل فيديوهات إضافية وجديدة عن موضوع الطب البشري والهندس الطبي الحيوية وكيف يمكن السماح لمهندسين ومهندسات هندس الطبي الحيوية كمال الدراسة الطب البشري في منطقة شرق أوسط الشمال الأفريقيا راح أترك في وصف الفيديو أيضاً اللي هو حسابات التواصل الاجتماعي الخاصة فيها في نهاية الفيديو إذا عجبكم الفيديو عملوا لايك وإذا ما اشتركتم في القناة الآن اشتركوا فيها وفعلوا جرس التنبيهات واستمروا في إرسال الأسئلة أنا بكون سعيد بالتواصل معكم والإجابة على الأسئلة اللي أنتم بتبعثوها شكرا لكم مرة تانية وإلى لقاء قريب في فيديو آخر ما سلامة